في إطار دعم أهداف برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية التقى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية المهندس عصام بن عبدالله خلف بقصر القضيبية في جلسة نقاشية مع منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية حيث أشاد سعادته بأهداف البرنامج التطويرية واحتضانه للكفاءات الشابة والذي يأتي كأحدى المبادرات المهمة التي تهتم بتطوير الكوادر الوطنية تنفيذا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وأشار سعادة وزير الأشغال إلى أن البرنامج يحقق مبدأ التنافسية والعدالة بما يتواءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع المواطن البحريني في قلب عملية التنمية مؤكدا على أن البرنامج يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية والعنصر البشري بشكل عام وإعداد قيادات طموحة مؤهلة للمشاركة في تطوير وتنمية نهضة المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر